اعقد عشرة من اعضاء مجلس الامة اجتماعا في مكتب النائب لحميد سبيعي لبحث تداعيات واثار حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الامة واسقاط عضوية نائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من جهتي اعتبر سبيعي ان الحكم قد يكون من اخطر الاحكام الدستورية والتاريخية منذ انشاء المحكمة وتتمثل الخطورة في التعدي على المادة 50 من الدستور والذي قد يعتبر بداية لتفريغ البرلمان من اهم ادواته واعماله وتحويله الى مجلس وطني اخر وهذا ما لا نأمله طبعا بعد اقرار مجلس الوزراء السعودي اضخم ميزانية عامة في تاريخ المملكة اكد ولي العهد الامير محمد بن سلمان ان الاصلاحات الاقتصادية في البلاد تسير بخطا ثابتة واشدد ولي العهد السعودي في كلمته على ان بيان الميزانية العامة للعام المالي المقبل يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني اعلى معايير الشفافية والافصاح المالي مبديا التزام قيادة المملكة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية وبالنظر الى بعض ارخام الميزانية السعودية لعام 2019 يتضح ان 32% من ارادات العام الحالي غير نفطية فاجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب كعادته كبار مسؤولي ادارته والعالم باعلانه الانسحاب الفورية للقوات الامريكية من سوريا وقال في تغريدة ان المبرر الوحيد لوجود الجيش الامريكي في سوريا هو الحاق الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي وتابع لقد هزمنا تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا وهذا مبرر الوحيد للوجود هناك خلال مدة رئاسة من جهتها وصفت قوات سوريا الديمقراطية قرار الانسحاب الامريكي المفاجئ من شرقي سوريا بانه طعن في الظهر وخيانة لدماء الاف المقاتلين حسب ما نقل المرصد المعارض احتفل النائب السابق مبارك براك الهيفي واخوانه بزفاف نجلهم براك مبارك وقام حفل استقبال حضره جامع من الشيوخ والنواب والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة وحضر الحفل سمو الشيخ ناصر المحمد العميد رئيس التحرير احمد الجار الله الشيخ فيصل السعود الشيخ محمد الخالد الشيخ مبارك سالم العلي الشيخ جابر الدعيج الشيخ مبارك الدعيج الشيخ صباح احمد الصباح الشيخ علي الجابر المحافظ ثابت لمهنة احمد السعدون متوسطا خليفة الهيفي ومبارك الهيفي والمعرس براك الهيفي والسفير علي الهيفي وحسين الهيفي محمد ضيف الله شرار ثامر الصويت وبخيت الرشيدي ناصر الرضعن بالمبارك